دكتور عواد ما هي الأخطار التي ممكن أن تشهدها أوروبا جراء هذه المتغيرات الاقتصادية وأزمة النفط وانت كنت تريد أن تقول شيء قبل أن تخلي الدكتور يعني لو رأينا انخفاض اليورو لهم قضية إيجابية وهي زيادة الصادرات الأوروبية مساعدة تنافسية التحاد الأوروبي في مقابل الصين كتنافسية صادرات بنخفاض هذه القيمة يعني قيمة قدرة المستوردين على شراء المنتج الأوروبي سوف يصبح بالإمكان ويمكن أن يكون تنافسي بقضية السلع الصينية لكن المشكلة الأخرى هل قدرة استدامة للصناعة الأوروبية والصمود مقابل نقص الغاز ونقص الطاقة في هذا المجال لكن لو رأينا اليوم المشكلة بتركيز أكثر نجد أن الاتحاد الأوروبي بخلاف الأزمة الروسية وبخلاف أزمة الطاقة وأسعار البترول الاتحاد الأوروبي يعاني من مشكلة أساسية داخلية وهي قضايا عوامل الإنتاج لديها وقضايا الانكماش الاقتصادي والقضايا أيضا الاتحادات العمالية ومشاكل التضخم انكماش وتضخم في نفس الوقت وهي مشكلة أساسية في هذا الجانب هذه سوف تعظم وتكبر الهوة في الوضع الاقتصادي ولكن أنا في تصوري أن القارة الأوروبية هي قارة لم تجوع من قبل تعودنا على الجوع في أفريقيا وتعودنا على الجوع في الشرق الأوسط وتعودنا على الجوع في آسيا لكن قضية الأوروبا بشكل عام وهي تعتبر نفسها هي القارة القائدة فعدم جوع أو قضية الجوع من خلال المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها أوروبا الآن سوف ينذر عن تداعيات أبعد من الحرب الروسية الأوكرانية ترجمة نانسي قنقر